اجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم اتصالا هاتفيا مع اخيه سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة هذا واعرب جلالته خلال الاتصال عن خالص تهنيه بمناسبة تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة سموه وتمنياته الطيبة له بدوام التوفيق والسداد في خدمة دولة الكويت وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في مزيد من التقدم والزهار والرخاء تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ مشعل احمد الجابر الصباح امير دولة الكويت واكد جلالة الملك المعظم اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين مملكة البحرين وشقيقتها دولة الكويت والتي تجسد الروابط لخوية الوثيقة ووشائج القربة والمحبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين على مر التاريخ من جانبه اعرب سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي عن بلغ شكره وتقديره لاخيه جلالة الملك المعظم على ما عبر عنه من طيب المشاعر الاخوية والمجسدة لعمق اواصر العلاقات المتميزة بين البلدين اشتركوا في القناة